اشتركوا في القناة ورح يمكت فيها حتى تمام الساعة 11 و 18 دقيقة ظهرا طبعا من ظهر يوم السبت لا ينتقل بعديها لمنزلة الإكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصدق والاستمرار الجيد يعني بمعنى آخر القمر اليوم سعيد أما بالنسبة للقمر اليوم رح يتنقل ما بين الميزان ورح ينتقل برضو للعقرب في ساعات المساء طبعا تأثيره من الآن لغاية ساعات المساء أنه من ضل هاي الفترة بتضل فترة عاطفية بتصلح لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومن ميل للإسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفل ماه وععادة تزيين البيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية فلكية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر والمريخ وهي رح تكون في تمام الساعة خمسة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام ساعة تسعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بما أن القمر والزهرة تزديس والقمر سعيد اليوم معناته هاي زاوية تصلح يعني هذا اليوم يصلح برضو لأمور التجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وعشر دقائق صباحا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي بعدها بصير خلو مسار هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 وثلاث دقائق صباحا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة أما بالنسبة لخلو المسار فخلو المسار حكينا بيبدأ ساعة 11 وثلاث دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و37 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر للعقرب في فترة خلو المسار أو خلو المسار هذا بيعني أن الفترة المذكورة بين 11 وثلاث دقائق صباحا لغاية الستة و37 دقيقة مساء لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة 6 و37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل وبصير استقر تماما في برج العقرب طبعا في هاي اللحظة بصير التأثيرات علينا بتصير الفترة هاي يعني أنه احنا بنصير أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحبه بشدة يا بنكرهه بشدة بنشعر بالانتقاد ومنشعر بالغيرة وحدة طباعنا بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط طبعا بوسعنا شراء بوليس التأمين بالفترة هاي اللي هي فترة وجود القمر في العقرب أو تجديد تأمين معين أو قراءة رواية بوليسية أو إشي أهيكي شيء له علاقة بالإثارة برضو بنفع لمشاهدة أفلام مغامرات واتخاذ قرارات حاسمة وفيه يعني البعض اللي حاب يشتري بيت أو ينقل لبيت الفترة هاي بتصير مميزة بالنسبة للزاوية اللي رح تصير ما بعد انتهاء خلو المسار في ساعات المساء هي أزاوية تثليت إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة مساء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا في زاوية بطيئة رح تصير في ساعات المساء هاي الزاوية هي خطرة رح تستمر تقريبا بحدود الأسبوع لها تأثير ثلاث أيام ولكن رح تستمر أسبوع كامل ما بعد هاي الزاوية هي زاوية تقابل سلبية وهاي رح تكون بين الشمس وبين بلوتو ذروتها ساعة عشرة وخمسة واربعين دقيقة مساء في هاي الزاوية بتعمل على إثارة أعمال العنف والمواجهات وخصوصا مواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أنه القمر رح يكون في العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين تسعة عشر سبعة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وسبعة دقائق مساء يلا ينتقل بعدها القمر إلى القوس بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأول ثمان أيام في تمام الساعة تسعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا بيصبح تسعة أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الميزان بدأ ينتقل للعقرب ورح يفضل في العقرب لغاية يوم تسعة وعشر سبعة سعيد بنسبة خمسين في المية عطارد في السرطان حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 22 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 29 سبعة منتحس 15% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بتظل رغبتكم في تعزيز شراكاتكم اليوم أو بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم إيش أنكم تحاضروا الخلافات وحاولوا ما تضخموا الأمور طبعاً شراكاتكم اللي هي شراكات المال شراكات العاطفة علاقاتكم ما بينكم وبين الأزواج الأجواء بتكون جيدة ما بينكم اللي بدوا يعمل مصالحة برضو اليوم مناسب اليوم ممكن تبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب أن القمر مقابلك بيسحب من طاقتك فهذا الإشي بيسبب لك نوع من أنواع القلق حاضروا من إثارة الإعدائية والبلبلة لأنه مزاجكم اليوم بيكون متقلب وفيه نوع من أنواع العصبية وممكن يعني تثير النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك طبعاً هذا رح يستمر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت الثامن ابتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة ولا أهم شيء أنكوا ما تهملوا صحتكم ابتصبح الأجواء أكثر إيجابية وبهو تجاوباً معكم بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع إلى العمل دون مماطلة ودون أعذر برج الثور بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم شيء أنكوا تنتبهوا لصحتكم حاولوا أنكوا تكونوا منظمين احسنوا إدارة عملكم حذروا من الجدال مع المعاونين في العمل ولا تهملوا صحتكم ما في خوف كثير على الصحة بما أن القمر سعيد فعشان هيك بس هي انتباه لبعض التواعكات أهم شيء أنكوا ما تأجلوا ولا تماطلوا في عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية قم بمهماتك على أكمل وجه في ساعات المساء القمر رح ينتقل يصير مقابلك تماماً بساعدك في تعزيز العلاقة مع الشركاء ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور وتترى بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حذروا من القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمكم بالفترة هاي دائماً بيكون أقوى منكم والعرقيل بتكون مستفزة جداً بالنسبة لإلك فضبط الأعصاب مطلوب برج الجوزاء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم وبظل النشاط العاطفي عالي جداً من الآن لغاية ساعات المساء تقريباً فعشان هيك يحاولوا تستغلوا الفترة هاي في الأمور العاطفية تعزيز العلاقة ما بينك وبين الأحبة القمر مكان وجيد بالنسبة لإلكم بشعركم بنوع من أنواع الأمان والارتياح بتغمركم العواطف الجياشة بالفترة هاي انت جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعواطفك في هاي الفترة طبعاً في ساعات المساء القمر بيصير في البيت يعني بنتقل للبيت السادس لإلك فبيبدأ العمل بتراكم تدريجياً بتكون تنتبهوا لصحتكم بتتزامن عندكم الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لعمل وقت إضافي أو ساعات إضافية أهم شيء إن كنت تنتبهوا على الوضع الصحي يعني لكم أو لا أحبائكم ممكن شوي يكون بدها نوع من أنواع الرعاية برج السرطان بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية طبعاً من الآن لغاية ساعات المساء أهم إيش إن كنت تكونوا يعني هيك تكون عنصر إيجابي بهاي الفترة ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بتعملوا معك خصوصاً من العائلة حاول إنك تتفهم الآخرين حاول إنك تبقى هادئ احمي استقرارك الصحي من التراجع ممكن تشكو من تأخير في المعاملات أو الالتزامات لغاية ساعة المساء طبعاً في ساعة المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس لإلك يعني بيت العاطفة والحب وبيت الحضوض فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء إنك تلطف الأجواء وحاول إنك يترجع العلاقات لطبيعتها خصوصاً اللي كان فيها نوع متضررة أو فيها تقصير من طرفك مع الأحبة الفترة هاي تصلح للمصالحات ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل بعض المسائل العالقة أو اللي كانت مستحيلة هاي الفترة إيجابية فحاول إنك تستثمرها برج الأسد بظل النشاط مسيطر عليكم بالاتصالات والتنقلات والحوارات أهم شيء إنه اليوم يعني حاول إنك تتكلم بهدوء حاول إنك تكون واضح لا تفادي أي التباس محتمل هاي الفترة بتعدك بامتحانات ناجحة مفاوضات جريئة ومثمرة لغاية ساعات المساء ممكن اليوم تعزز العلاقة مع أخ أو مع جار ممكن يصير تعاون من أحد الإخوة ممكن تهتم بموضيع العلاقة بالاتصالات بالمواصلات بالإلكترونيات بهذا الأمر لغاية ساعات المساء طبعا من ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء إنك تجنب توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول إنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسوية بتحمي حقوقك أهم شيء إنك ما تفرض رأيك هاي فترة مناسبة للتنقلات والاستثمارات والمصالحات برج العذراء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم في هاي الفترة بتهتموا بالأمور المالية ممكن إنه يحتاج أحد أحبائكم لدعم مالي أو معنوي أهم شيء إنك تنظموا أقصادكم وديونكم وما تستخف بالفوتير الصغيرة طبعا بالنسبة لأمور الدعم إذا كان هو دعم تبرعي ممتاز ولكن إنك تكفل حد بالفترة هاي في فترة خلو المسار بدك تدير بالك حاذر من المصاريف الاستشفائية لغاية ساعات المساء طبعا من ساعات المساء بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة مستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك حاول تستغل هاي الفرص في كل الاتجاهات برج الميزان بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا حلول لمشاكل يعني اللي كانت صعبة بالفترة الماضية وبتكون مقدام بالفترة هاي ممكن تنطلقوا من جديد لا تصحيح كثير من الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة وممكن هيك تغير النمط أو الأسلوب عندك بشكل كبير الفترة هاي بيصير في عندك نوع من أنواع التفاؤل في نوع من أنواع السعادة في الجو في الساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل يصير في بيت المال فعشان هيك بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إشي أنه ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو لحبيب أهم إشي أنه ما تبالغ بمصاريفك كون معتدل موضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية هذا اليوم برج العقرب انتبهوا أكثر لصحتكم ممكن الأمور ما زالت ضاغطة بدكوا تتحملوا من هون لساعات المساء لحديث ما يوصل القمر لعندكم ممكن تجد نفسك في موقف صعب هذا اليوم حاول أنك تكون حذر وحكيم حاذر من الكلام السيء حاذر من التراجع الصحي هاي فترة فيها نوع من أنواع الفشل والخيبة فعشان هيك بدك تكون حذر تمسك عصابك تناقشك بحدية تعتبر فترة صعبة وخصوصا أن القمر ما زال في بيت متاعبك وخلوق مصار طبعا بيطرق تغيير الأفضل على صحتكم في ساعات المساء بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبقوة نسبة نجاحك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تنقرب كل المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس طبعا اليوم بتلتقوا الأصدقاء بيظل فيه نوع من أنواع النشاط على مستوى العلاقات الاجتماعية ولكن بدك تحاول قبل ما ندخل على توقعاتك إنك تنجز كل إشي مهم قبل ساعات الصباح قبل ساعات المساء تحديدا لأنه من الصباح للمساء في خلو المسار فعشان هيك في فترة خلو المسار ما توقعش على أي شيء مهم ولكن حاول تنجز كل الأعمال المهمة ما قبل ذلك لأنه في ساعات المساء القمر رح يصير في بيت متاعبك بس من الآن لساعات المساء ممكن تتلقى عرض أو تلتق الأصدقاء أو تجد نفسك في موقع مهم أهم مش إنك تكون عند حسن الظن اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاضروا برضو من الحوادث في ساعات المساء انتبهوا أكثر لصحتكم أهم مش إنك ما توقع على عقد ولا تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ أحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاضر من البلبلة ومن الالتباسات مرج الجدي بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تفرح لانفراج ملموس وترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وتخون بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية هذا اليوم هاي فترة مناسبة لألتقاط أنفاسك بعد العواصف في ساعة المساء طبعا رح تنشط بأمور العلاقة بالعلاقات الاجتماعية ممكن تلتقوا لأصدقاء بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق ممكن اليوم يطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل كرر المحاولة خلي دائما في نوع من أنواع خط الرجع لإلك وخصوصا أنه اليوم ممكن تستثمر علاقاتك الاجتماعية وخصوصا من ساعات المساء بشكل جيد لأمور فيها مصلحتك برج الدلو بيظل النشاط عندكم في أمور الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور العلاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة أو امتحانات مثلا أو مناقشات الأجواء جيدة تماما من الآن لغاية ساعات المساء حاولوا أنك تطلبوا رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمساء المالية ويكون في بعض الأمور الصحية أو العائلية عندك باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل لا تهمل التفاصيل الدقيقة أهم شيء طبعا في ساعات المساء بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف وما تجازف لا بسمعتك ولا بواجباتك حاول أنك تكمل كل المطلوب منك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع ممكن يكون فيه نوع من أنواع القلق أو التوتر اليوم ولكن تتجاوزها بما أن القمر سعيد برج الحوت بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنك تحاضروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي أن كان ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصر أنت المدان في ساعات المساء طبعا الأجواء رح تنعكس تماما عندك كل ما اقتربنا ساعات المساء بتبلش الأمور تتغير عندك فبتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أمور السفر هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش موضوع بقوة وذكاء أهم شيء أنك تجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لأخوة تجربة جديدة أو أمور تتعلق بامتحانات أو ترويج لسلعة معينة أو حتى سفر هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة